اشتركوا في القناة امن جميع المسلمين فالذين يأتون للحرم من سائر بلاد المسلمين امن هذه البلاد امن لهم فلهذا الحرص على امنها واستقرارها نعمة من نعم الله جل وعلا على بلادنا وقد انعم الله عليها بالتوحيد والايمان وخدمة الحرمين الشريفين وهي اليوم تمر بأربع وتسعين عاما من هذا العمر المبارك ببركة التوحيد وببركة الوحدة وخدمة الحرمين وخدمة قاصديهما فلولاة امرنا بيعة في اعناقنا ومن ليس في عنقه بيعة فمات مات ميتة جاهلية ويجب علينا السمع والطاعة لولاة امرنا بالمعروف قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والي الامر منكم كما يجب علينا الحص على الاجتماع قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ووحدة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والحذر من دواع الفرقة والاختلاف فلا أحزاب ولا جماعات ولا أهواء وإنما جماعة واحدة وصراط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن نعرف حق هذا الوطن يعرفه كل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما غادر مكة إلى المدينة أعرب عن حب وطنه وهي مكة وقال والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فجعل الإخراج من الديار بإزاء القتل ولهذا جاء في حكم الزاني الزاني في حكم الزاني غير المحصن تغريب عام للنكاية به عن حبه لوطنه ووطننا مكة والمدينة وهذه البلاد وطن جميع المسلمين لا يبغض هذه البلاد إلا جاحد ولا يبغضها إلا مغرض وحاسد على ما فيها من النعم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فلا يجوز للمسلم أن يحسد هذه البلاد وأهلها على ما ينعمون به من الخير وكما قلنا نعمة الخير فيها نعمة للأمة الإسلامية عامة أحد من الناس لا يريد أمن مكة ولا أمن المدينة أي إيمان عند من لا يريد أمنها ولهذا فإننا نتوجه بالدعاء لولاة أمرنا أن يوفقهم الله وأن يغفر لمؤسس وموحد هذا الكيان وأن يجزيه خير الجزاء لأنه ما قدم لأهل هذه البلاد فحسب وإنما قدم للمسلمين قدم لضيوف الرحمن قدم للحجاج والمعتمرين والزائرين وقبله كان الناس في خوف واضطراب وجهل وشدة وفقر فشاء الله عز وجل بمشيئته النافذة أن يهيئ الله لها هذا الإمام ولازلنا نعيش في رحاب الأمن والأمام نتيجة تحكيم الشريعة وصفاء العقيدة وخدمة الحرمين وخدمة قاصدهما فلنكثر من شكر نعم الله والنحمد الله عز وجل ولنحقق المواطنة الحقة ولنحب أوطاننا وجميع أوطان المسلمين أوطان لنا نحب لإخواننا في المشرق وفي المغرب وفي كل مكان نحب لهم الأمن والاستقرار وهذا شأن المسلم أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه كما أنهم يحبون لأهل هذه البلاد ولهذه البلاد أمنها واستقرارها والشكر موصول لرجال أمننا على ما يبدلون من جهود مباركة في خدمة الأمن ويجب علينا أن نتعاون معهم في إعزاز أمن هذه البلاد المباركة وأن يبلغ عن كل من يريد بها سوءا أو شرا أو مكروها أو تدميرا أو تفجيرا أو إرهابا أو غير ذلك أو مخدرات أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي تنافي أمنها واستقرارها هذا من باب شكر نعمة الله عز وجل علينا نسأل الله أن يزعنا شكر نعمه ولا يمكن أن يشغب أحد فيقول إن هذا من الأمور المبتدعة لأن هذا من قل فقهه ولم يقل العلماء بذلك وإنما هذه نعمة من نعم الله عز وجل نحن لا نبتدع فيها بدعة ولا نزيد فيها عبادة وإنما هي من الأمور المعتادة التي تعود علينا بتذكر نعمة الله عز وجل علينا بنعمة الأمن والاستقرار والتوحيد والوحدة فهذا هو الضابط في هذا المجال الذي يخفى على كثير من الناس فينبغي علينا أيها الإخوة أن نكثر من الشكر لنعم الله عز وجل ونعمة أمن هذه البلاد نعمة على العالم بأسره قال الله تعالى مباركاً وهدى للعالمين وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر نسأل الله أن يديم أمنه وأمانه وتوحيده واستقراره على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان وأن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يحفظ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين المحتلين إنه قوي عزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر